بسم الله الرحمن الرحيم أبناء طلاب الصف الثالث الابتدائي درسنا اليوم في الرياضيات هو الضلب في خمسة فكرة الدرس أجد ناتج الضلب في العدد خمسة جدول الضلب في العدد خمسة واحد في خمسة بخمسة اتنين في خمسة بعشرة تلاتة في خمسة بخمستاش أربعة في خمسة بعشرين خمسة في خمسة بخمسة وعشرين خمسة في ستة بتلاتين خمسة في سبعة بخمسة وتلاتين خمسة في تمانية بل بعين خمسة في تسعة بخمسة وعين خمسة في عشرة بخمسين استعد يحوي حقل ست صفوف من البطيخ إذا كان في كل صف خمس حبات فكان بطيخة في الحقل توجد أكثر من طريقة للضرب في خمسة مثال في الحقل ست صفوف من البطيخ وفي كل صف خمس بطيخة فكان بطيخة في الحقل لمعرفة عدد حبات البطيخ أجد ناتج الضرب ستة في خمسة يساوي سلاسون ممكن استخدام الجمع المتكرر خمسة زائد خمسة زائد خمسة زائد خمسة زائد خمسة زائد خمسة خمسة زائد خمسة عشرة عشرة زائد عشرة عشرين عشرة زائد عشرين زائد عشرة يساوي سلاسون يبقى مرجوض ممكن أكثر من طريقة لإيجاد ناتج الضرب 6 في 5 مثال آخر مع أحمد 4 قطع ورقية من فئة 5 ريالات كم ريالا معه يبقى أحمد مع أحمد 4 ورقات من فئة 5 ريال يبقى 4 في 5 يساوي 20 ريالا ثم ننتقل إلى أتأكد لأتقن عملية أولا ثلاثة أجد ناتج الضرب مستعملا قطع العد لعمل نموذج أو رسم صورة إذا لزم الأمر 3 في 5 يساوي 15 5 في 8 يساوي 40 5 في 5 يساوي 25 5 في 7 يساوي 35 السؤال رقم 5 وزعت أم قطعا من البسكويت على أولادها السلاسة فإذا أخذ كل واحد منهم خمس قطع فقم قطع وزعت أوضح ذلك سلاسة ضرب 5 يساوي 15 ننتقل إلى السؤال التالي خمسة في أثنان يساوي عشرة سبعة في خمسة يساوي خمسة وثلاثون خمسة في ستة يساوي ثلاثون خمسة في سبعة يساوي خمسة وثلاثين خمسة في ستة يساوي ثلاثون تمانية في خمسة يساوي ألبعين خمسة في عشرة يساوي خمسون ألبعة في خمسة يساوي عشرون المثال التالي قسمت فطيرة إلى خمس صفوف في كل صف أربع في كل صف أربع قطع فما عدد قطع كلها نضرب خمسة في أربع يساو عشرين ننتقل للسؤال رقم أربعة عشر اشترك 82 طالبا في استعراض رياضي فإذا اصطف بعضهم في خمس صفوف وكان في كل صف تسعة طلاب فكم طلب لم يصطف نقوم بضرب خمسة في تسعة بيساوي خمسة واربعين ثم نقوم بطرح 82 لما عدد طلاب ناقص خمسة واربعين يساوي سبعة وثلاثون ننتقل للسؤال التالي مع بدر أربع ورقات نقضية من فئة خمسة ريالات فإذا أراد أن يشتري أربع أقلام وكان سعر القلم الواحد ستة ريالات فهل يكفي المبلغ الذي معه أفسر إجابتي أولا أربع مع بدر أربع ورقات نقضية من فئة الخمسة ريال يبقى معنا كده معه أربع في خمسة بيساوي عشرونة ريالاً إذا اشترق أربع أقلام وكان سعر القلم ستة ريال يبقى عدد المبلغ أربع في ستة بيساوي أربع وعشرين طبعاً لا يكفي لأنه لديه عشرونة ريالاً فقط ننتقل للسؤال التالي الوالد من أكثر الأنواع الأظهار انتشاراً في العالم يحصل محمد عند شراءه باقة من الوالد على خص مقدره ريالاً واحداً اكتب جملة عددية أبين فيها كم ريالاً يوفر محمد إذا اشترى خمس باقات من الوالد يبقى كل ما يشتري باقة هياخد خص مريال فهو يحصل محمد عند شراء باقة من الوالد على خص مقدر الريال اكتب جملة عددية أبين فيها كم ريال يوفر محمد إذا اشتري خمس باقات ريال طالما اشترى خمس باقات من الوالد يبقى معنا كده هيوفر خمسة ريالاً خمسة في واحد بعد كده المثال رقم 17 أحدد الطريقة التي تساعدني على إيجاد ناتج خمسة في ستة هل هو العد القفزي أحدد الطريقة التي لا تساعدني على إيجاد ناتج خمسة في ستة العد القفزي ولا التقريب ولا عمل شبكة ولا رسم صورة طبعاً هي التقريب لأن التقريب لا يساعدني على إيجاد ناتج خمسة في ستة أما العد القفزي يساعدني أما عمل شبكة يساعدني رسم صورة يساعدني السؤال الأخير عندما أضرب في العدد خمسة هل يمكن أن يكون رقم الأحد في ناتج الضلب هو العدد 2؟ طبعا لا لأننا قلنا أن عند الضلب في العدد 5 يكون الناتج إما 5، 10، 15 يكون الأحد إما 0 أو 5 ولكن ليس الأحد رقم 2 إذن الإجابة لا يمكن وبهذا ننتهي من دلس الضلب في 5 نتمنى أن أكون قد أفدتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته